كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي الحالي يتيح للاحتلال الفرصة لتعميق الاستعمار الاحتلالي ومواصلة جرائم الضم التدريجي المعلن وغير المعلن بالضفة بما فيها القدس الشرقية هذا وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تجاهل حكومة الاحتلال لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لوقف العدوان يستدعي قرارات أممية ملزمة تكبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية مشيرة إلى أن الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم يسعى لخلق حالة من الفوضى تمكنه من الهروب من الجهود الدولية المبدولة لوقف العدوان وحل الصراع بالطرق السياسية وفقا لمبدأ حل الدولتين